عبر نائب رئيس مجلس القيادة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللوعد روسى الزبيدي عن سعادته بالمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والسبعين وأشار الزبيدي إلى أن قدومه إلى نيويورك هدفه لقاء صناع القرار الإقليمي والدولي لإعادة قضايا بلادنا إلى واجهة الاهتمام الدولي وأكد الزبيدي أنه سيحرص من خلال المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة أن يسمع العالم والإقليم صوت شعب الجنوب